المهندس باسم بن يعقوب الحمر الأمر الذي أسفر عن توفير أكثر من 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين بقيمة تفوق 4 مليارات دينار وقد بيّن وزير الإسكان أن المكتسبات التي تحققت في ملف الإسكاني منذ مطلع العقد الحالي على صعيد بناء وتنفيذ آلاف الوحدات السكنية وتوزيع العدد الأكبر منها على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار تؤكد التوجه الحكومي لتوجيه الدعم إلى المواطن احتلت مملكة البحرين المرتبة الثانية على المستوى الدولي والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا وذلك في النسخة الخامسة من تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي IFDI وقال خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لدى مصرف البحرين المركزي بأننا نشهد توجها في الأسواق نحو الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والنتيجة الطبيعية لهذا التوجه هو تبدن المزيد من الابتكار وريادة الأعمال وأكد حمد على أن البحرين تؤمن بوجود إمكانات هائلة في العلاقة بين التكنولوجيا والتمويل الإسلامي ونظرا لكون التكنولوجيا تتمتع بقوة التغيير والتطوير في العديد من القطاعات فإن البحرين في وضع قوي للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا التطور والجدير بالذكر بأن هذه السنة الخامسة على التوالي التي تحتفظ فيها البحرين بمركزها الثاني بعد ماليزيا التي تتربى على المركز الأول في خبر آخر أعلنت شركة بنفة البحرين عن مستويات قياسية في تعاملات التحويلات المالية الإلكترونية المباشرة داخل المملكة فوري وفوري بلاس وفواتير وذلك خلال العام الماضي 2017 مقارن بالعام الذي سبقه 2016 وقد بلغت مجمل المعاملات المنجزة عبر فوري بلاس نحو 371 معاملة بزيادة نسبتها أكثر من 182% عن العام السابق حيث كانت 131 ألف معاملة كما بلغت المعاملات في خدمة فوري أكثر من 4.8 مليون معاملة بزيادة نسبتها 87% عن العام السابق والتي كانت بحدود 2.6 مليون معاملة بينما تجاوزت المعاملات المنجزة عبر خدمة الفواتير أكثر من 1.7 مليون معاملة وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة بنفت عبدالواحد جناحي أن هذه المؤشرات المهمة تدل على ترسيخ ثقافة المعاملات المالية الإلكترونية في المجتمع البحريني وقفة سريعة الآن مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل نشرة الاقتصادية ومشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته 0.19% عند مستوى 1319 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية والخدمات والاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.870.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 458.000 دينار تم تنفيذها من خلال 59 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة من نسبته 45% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن مع أغلاقات البورصات الخليجية وكما تلاحظون فقد أغلقت جميع البورصات الخليجية على ارتفاعات متفاوتة باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أغلقت عند مستوى 4585 نقطة عند مستوى 0.13% أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6606 نقاط بارتفاعا نسبته 0.71% وبالنسبة للسوق المالية السعودية فقد أغلقت كما هو موضح على الشاشة على ارتفاع نسبته 7439 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 1.38% وكانت الرابح الأكبر بالنسبة للتداولات هذا اليوم ترجمة نانسي قنقر